هذا الجهاز انتقاله بتاريخ انفينكس واتوقع راح يتصدر مبيعات الاجهزة السلام عليكم شباب ويأيكم مرتضى جليحاوي هذا جهاز الامفينكس الزيرو ثلاثين واحد بالاجهزة اللي هي جاب مواصفات كلش حلو حقيقة ومنافسة وخلال من تجربتي راح اذكر لك شين الاشياء اللي عجبتني بالجهاز هذا الجهاز حاليا ما طروح بالاسواق بسعر الميتين وتسعة أو سبعين دولار ما يطار بالأربعمية الى أربعمية وثلاثين ألف عراقي اثرا راح تكون ميتين وستو خمسين والرام هنا راح يكون الواحد وعشرين قاقة اللي جاي مية نطلعش قاقة اساسية زائد التسعة الاضافي فهذا الجهاز جهاز عجبني كلش بتصميم والاشياء الموجودة به حتشوفوا ياي شنو الاشياء اللي ركزت عليها دابديني بالتصميم الشكل جدا جميل وهنا تلقي لمسات شركة افنكس واضحة على اجهزتها ظهر من الجلد اللي ينطق شرونه ونعومه بنفس الوقت مع تطريزة اسم الزيرو بنهاية الظهر مع مربع العدسات بأعلى اللي يكون من المعدن مع أطراف بلون ذهبي تنطيك إحساس الفخامة بهيكلية ومصنعية الجهاز هذا تطور ملحوظ بأجهزة افنكس اللي عزز الثقة لدى المستخدمين وكثير من المستخدمين هو يهتمون بمصنعية وشكل الجهاز إذا يجينا للشاشة الجهاز يجيب شاشة منحنية من الأطراف اللي تكون بحجل 6.7 فول أجلي بلاص منها أموليد وبمعدل تحديث الـ 144 هيرز وتوقع هذا بالأجهزة المتوسطة القليل ثلقيها 144 هيرز بهذا الجهاز مع معدل سطوع 950 نتس والوان حلوة حتصل إلى 1 مليار لون موجود على شاشة هذا الجهاز مع معدل بيكسلات 300 و 88 بيكسل بالإنش الواحد الجهاز رح يكون خفيف ونحيف وحتى وزنه جدا ممتاز والإنحنات الموجودة بالأطراف اللي خلت المسكة جدا قوية وجميلة بالنسبة للجهاز هذا الجهاز واحد للأجهزة اللي تقدر تقول مهتمة بالشركة بمصنعيته بالملبس وبالوزن وكل أشياء الموجودة بهذا الجهاز باستحواذ للشاشة بنسبة 90.0% وهذا الاستحواذ أو هذا المعدل كلش حلو أشياء تجيب محمية بطبقة حماية من نوع كورينغ غوريلا غلاس 5 وهذا الشيء جدا ممتاز لحماية الشاشة من الكسر أو الخدوش ليش أنه نعرف إحنا الشاشة المنحنية معرضة للكسر فإذا بها طبقة حماية رح تكون أكثر أمون أشياء ألوان ممتازة حلوة وممتعة بمشاهدة الفيديوهات والمسلسلات حرارة الألوان دافئة لذلك ماكو تدخل بالألوان الغامقة وهذه الشاشة تكون ممتازة لمشاهدة المحتوى مع أغلب البرامج اللي رح تستخدمها من خلال هذا الجهاز إذا ننتقل للنظام والجهاز يجيب نظام الأندرويد 13 مع واجهة انفينكس الـ XOS 13 اللي شركة معدلة بيها هواي أشياء بحيث مخليتها قريبة من أجهزة سامسونج أو بعض الأجهزة بحيث إنه هنا حصلت واجهة نظيفة بدون أخطاء ولا تلكوا وبسلاسة جيدة بالتنقل داخل النظام مع أنه الدخول والخروج من البرامج كان جدا سريع وسرس أما شفت بيه مشاكل ولا واجهت بيه إعلانات قوية مع ما أنه نعرف الإعلانات اللي راح تجينا على أجهزة انفينكس بالأجهزة الاقتصادية لكن هذا الجهاز ما شفت بيه إعلاناتي هواي اللي أنا الشركة بحسنها من هذا الشيء ومقللنا بالإعلانات المزعجة بالنسبة للنظام هذا جنين معالج هذا جهاز يجيء معالج من ميدياتيك هو الـ Dimensity 8020 بمعمارية 6 نانو اللي ينطيك أداء مميز بالغرافيك وبالأداء القوي للألعاب والبرمجيات أما بالنسبة للألعاب هنا جاز يجيك بستين فرامب لعبة بوب جي مع جيرسكوب بأداء عالي هنا راح تكون بدون لقات وتعليقات باللعبة وحتى إذا لعبت بلعبة مثل Kill of Duty اللي تنطيك عدد فرامبات أقوى من بوب جي راح تنطيك أكثر سلاسة أو سرعة وتنوع بالحركة بشكل كبير هذا الشيء راح ينطيك استخدام جدا قوي للجهاز بدون ما راح تلقي أو تلاحظ مشكلة بأثناء الاستخدام سيقدم الأداء عالي حتى بالألعاب القوية وهو ينافس معالجات Qualcomm المتوسطة يعني تقدر تلعب بألعاب ويطيك ستين فرامبات شي قوي أما بغير الألعاب يطيك فرامبات أعلى فهذا جاز ينطيك معالج بأداء فوق المتوسط انتقلنا لصوت الجاز يمتلك سماعتين ستيريو سبيكر بشكل حقيقي ليش؟ لأنه سماعة من الأعلى وسماعة من الأسفل تطيك نقاوة وتفاصيل بالصوت بدرجة عالية واتفاق شركة جي بي أل مع شركة انفينكس بالفترة الأخيرة أنت نقاوة والصوت أعلى بالنسبة لأجهزة انفينكس وحتى التضخيم هنا تلقي واضح بالنسبة للسمعتين اللي راح تستمتع بأكثر الصوتيات اللي تسمحها من خلال هذا الجهاز انتقلنا للكاميرات وهذا الجهاز يمتلك برج كاميرات أو تشطيبة كاميرات من الظهر وأنا ذكرتكم بداية الفيديو أنه راح يكون هنا المربع راح يكون مشغول أو مصنوع من المعدل هنا راح تكون عدستين بارزة أما العدسة الصغيرة راح تكون بحجم أصغر بجانب العدستين هنا العدسة الأساسية راح تكون مية وثمانية ميجابيكسل إضافة للثابتعاش ميجابيكسل هذا الجهاز يتميز بميزة جدا قوية خلتها شركة انفنكس وانها تبين لك قوة العتاد الموجود على هاي الأجهزة ليش انه شركة انفنكس مع مثبت البصر والمثبت الرقمي اضافت لك تصوير بدقة الفوركي مع الستين إطار بالثانية ومو أربعي ستين إطار بالثانية وهذا الشي جدا ممتاز لحظت بالتصوير عندما أصور فيديو ما راح أشوف حركة قوية لأن عندي راح يكون مثبت بصريب وكذلك الستين فرايم راح تطيني بطقة وتفاصيل جدا قوية بالفيديو وهذا الشي يفيد هواي من مثلا ليستخدم الأجهزة بصناعة محتوى أو يصور فيديوهات اللي ينشرها بمواقع التواصل راح ينطيق دقة أكثر وعدد الفرايمات أكثر وأكو اللي يريد يعرف شنو عدد الفرايمات اللي ما يعرف عدد الفرايمات هي عدد الصور بالثانية الوحدة الصور هذا الجهاز يجي بصور جدا مميزة بحيث دقة الألوان والويت بلنس عالي التوازن الموجود بنسبة البياض اللي يتاخذها بالصورة جدا ممتاز ما راح يصعد لك بالبياض ولا يقلي لك بالسواد أو يداخل الألوان بالصور راح تطيق صور مميزة بحدة بأطراف جدا ممتازة ما بالنسبة البوتري فمن الواضح الشركة جاي تلبي احتياجات الشباب ومتطلبات مستخدمين الواقع مثل الاستقرام والفيس وهوي من مواقع التواصل اللي يستخدمي البوتري بشكل كامل لتصوير السيلفي أو تصوير الصور العادية من خلال الكاميرا الخلفية البوتري هنا معتنية بالشركة ورح تطلع لك عزل جدا جميل بهذا الجهاز بدون يخرب الأطراف اللي موجودة بالشخصية أو الشيء اللي راح تصورها اما اذا نتقنل الكاميرا الأمامية هذا جهاز يمتلك عدسة اساسية بالكاميرا الأمامية 50 ميجي بيكسل والاشياء اللي حصلتها بالتفاصيل بالصور اللي تاخذها للصور السيلفي او الفيديو السيلفي اهنا الحدة راح تلقيها بالصور باطراف الجسم اللي راح تصوره فراح تنطيك صور وفيديو جدا ممتاز بالنسبة الكاميرا الاماميليشن عدسة الاساسية 50 ميجي بيكسو وهنا عندي تعديل بالنسبة للنظام الواجهة راح تنطيك صور وفيديو جدا ممتازة مع انه الشركة غرفت لك واي اضافات مثل التصوير المزدوج تقدر تصور انت ويا الشخص المقابل مع التصوير الاحترافي تقدر تصور مثلا بتغير بالشتر والعزل واي اشياء تقدر تغير شدة الاضاءة وقلتها راح تغير المثلث التصوير راح تغيره بالكامل اذا تريد تستخدم الاحترافي بالنسبة اللي يصبحون تصوير احترافي مع انه موجود المود الليلي اللي راح يحسن لك من التصوير مع وجود الظلام او الضوء الخافت راح يطلع لك صور كلش حلوة بالنسبة لهذا الجهاز اذا انتقلنا للبطارية هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 ميلي امبير ويدعم الشحن السريع الى 68 واط اللي راح توصلك الى 80 بالمية من خلال 30 دقيقة فقط اما بالنسبة للمية من المية راح توصلك خلال الاربعين دقيقة و 68 واط اني شوفها جدا مناسب من زمان قلتكم انه مستعد بمستعمله بواي اتشيزة ب 68 واط انططني اداء كلش حلو وما نضي اليه ليش انه الثلثين الساعة مفت شي قوي خاصة اني ما خلي دائما من جهاز يصفر شحن على مود يلا شحنه فالجهاز راح يطول لك بسبع ساعات بالاستخدام الفوق المتوسط اما بالاستخدام المتوسط او الاستخدام العادي راح يطول لك عدودي اليوم ما يقارب 17 او 18 ساعة وصلنا لخلاصة المراجعة هذا الجهاز اولا ينطيك تصميم جميل وانيق وملمس جد ومحسنت لك اياه بشكل ممتاز وحقيقة من تشوف وتقول يعني هذا الجهاز اذا جاي من انفنكس يعني عدها انفنكس اجهزة المستقبل فهذا شي ممتاز يعني انفنكس عدها خطوة كلش قوية بالنسبة للمستقبل واجهزتها هذا الشي الاول الشي الثاني يصور لك 4K مع المية وثمانية ميجي بيكسل صور لك 4K 60 يطار بالثانية فما تحتم بالنسبة للتأمرات راح تطيك صور وفيديو جدا ممتازة الشي الثالث انه هذا الجهاز شحن سريع 68 واط وهذا الشي جدا ممتاز هذا الجهاز غاني اتوقع واحد من الاجهزة اللي راح يحتل الاسواق او يحتل مبيعات الاسواق ليش هي انه يجمع لكو بوايه اشياء بسعر الـ 420 الف او سعر الـ 400 الف هذا راح تكون سعر نموذجي اللي تقدر تختار تشتري جهاز بغاية المواصفات ويلبي اغلب احتياجاتك اللي تحتاجها من الاجهزة نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو هذا جهاز الفينكس 030 وعند من الاجهزة اللي حقيقة انصح به مع النظام وكواليتي التصنيع والاشياء اللي ضيفة لكيها الشركة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ويكم ارتضى الجلي حاوي وفي امان الله